عالمياً اتفق قادة دول حلف شمال الأطلسي خلال اجتماعهم في بروكسل على زيادة الدعم العسكري لدولي شرق أوروبا وتشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر والرومانيا وسوفاكيا هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بحث معالمين العام لحلف الناتو يستوطنبرغ على همش قمة ثلاثية في بروكسل التطورات الأخيرة للأزمة الأوكرانية وملف تشديد العقوبات على موسكو سنعتمد مفهوماً استراتيجياً مغايراً لضمان استعداد الناتو لمواجهة أي تحدي أمني جديد من الآن وحتى قمة الناتو القادمة سنضع خططاً لقوات وقدرات إضافية لتعزيز دفاعات الحلف قررنا إنشاء أربع مجموعات قتالية جديدة في شرق أوروبا وهي إشارة قوية إلى أننا سنحمي كل أراضي الناتو نسعى لعدم تحول النزاع إلى مواجهة عسكرية بين الحلف وروسيا وأي استخدام للأسلحة الكيميائية سيغير خريطة الحرب نجهز كل الاستعدادات للتصدي لكل أنواع الأسلحة الكيميائية والنووية إذا استخدمها الطرف الآخر ولهذا نقوم باتخاذ إجراءات لدعم أوكرانيا وللدفاع عن أنفسنا ضد التهديدات ترجمة نانسي قنقر